شيخنا الكريم جميل أن نستحضر شيء من صفات إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة وغيرها من صفات مذكرة في كتاب الله تعالى جيد الله عز وجل يقول عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة أولا من الذي يصف إبراهيم بأنه أمة؟ الله عز وجل ربه الذي خلقه ورباه على عينه ومن هو الذي يؤكد هذه الصفات إن إبراهيم كان أمة؟ هو ربه سبحانه وتعالى يعني مهما وصف الخلق يمكن أن يبالغوا في شيء من الصفات أو أنهم يصفون بناء على الظاهر أما الباطن فلا يعلمونه لكن الله سبحانه وتعالى لما يثني على أحد من خلقه يقينا يتضمن هذا أنه في جنات النعيم يقينا يتضمن هذا أن الله يحبه يقينا يتضمن هذا أن الله يرضى عنه يقينا أن نهايته ستكون على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إيش بين قوسين فعالم ما في قلوبهم يا الله فما يمكن أن تقول عن الصحابة سبا أو شتما أو انتقاصا لأن الله مدحهم وهو العليم بما في قلوبهم فالله عز وجل يقول عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ما معنى أمة؟ قال أهل العلم ثلاثة معاني وكلها تصدق على إبراهيم عليه السلام أو إن كان أمة يعني كان كالأمة لأنه لم يؤمن خاصة في بداية دعوته إلا هو وزوجته سارها عليها السلام أو أن إبراهيم كان أمة يعني كان جامعا لخصال الخير وهنا وقفة الذين يأخذون شيئا من صفات الخير كثير لكن الذين يجمعون كثيرا من صفات الخير في شخص واحد قلة ستجد من التجار والأثرياء والكرماء الكثير ستجد من الشجعان الكثير ستجد من الصادقين الكثير ستجد من الأذكياء الكثير لكن من يجمع ذكاء وزكاء وصدقا وبدلا وشجاعة وجهادا وحياة وأدبا وأخلاقا في إنسان واحد إنما هم الندرة ولذلك لما تكلم الذهب رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك كان رجلا مباركا بحق يعني اجتمع مجموعة من السلف ليعددوا صفات ابن المبارك فعدوا ما يقارب سبع عشرة صفة تميز فيها ابن المبارك فليست الميزة في بعض الصفات إنما الميزة في جمع هذه الميزات في شخص واحد فإبراهيم جامع لخصال الخير ومثله النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما وصف الأنبياء قال عيسى ككذا عليه السلام وموسى ككذا أما إبراهيم عليه السلام فأشبه الناس به صاحبكم من يقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه يقول فأشبه الناس به صاحبكم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بإبراهيم في الخلق وفي الخلق في الصورة الظاهرة وفي الصورة الباطنة في الخلقة يعني نعم في الخلقة وفي العمل جميل الله عز وجل يقول عن إبراهيم إنه كان أمة جامعا لخصال الخير والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر ما معنى الكوثر كثير الخير كثير الخير يا سلام ولذلك يقال عن الإنسان الذي أو حتى عن المرأة التي جمعت كثيرا من صفات الخير رجل كوثر أو امرأة كوثر على وزن فوعل ووزن فوعل تدل على المبالغة فما يطلق على أي إنسان إنه كوثر إلا إذا جمع خصال الخير فكان متميزا في الشجاعة وكان متميزا بالبدل وكان متميزا بقول الحق وكان متميزا بالصدق والإخلاص وكان متميزا بالأدب وكان متميزا بالسخاء والمسامحة والعفو هنا يقال عنه إنه إنسان كوثر كما كان إبراهيم عليه السلام وكما كان أشبه الناس به النبي صلى الله عليه وسلم